لإصدار بطاقة الإعاقة وكان الاشتغال مع جميع القطاعات المعنية وقمنا منذ سنة 2022 بأولاً وضع نظام لتقييم الإعاقة حسب المتطلبات منظمة الصحة العالمية وفي إطار مقاربة تشاركية كما قلت مع جميع القطاعات المعنية ولكن أيضاً مع المجتمع المدني ومن بعد هذا البصرة كان اشتغال على المنظومة الإلكترونية اللي غد تمكننا من إصدار بطاقة الإعاقة إذن هاد البطاقة ديال الإعاقة باش نجاوب السؤال ديالكم أولاً غد تكون تنزيل وتسمى الإشارة لفوحد بعض الأقلين في جهة تنزيل ناموذجي فوحد الجهة للإحاطة بجميع الإكرهات ومن أجل إنجاح تنزيل ديال هاد البرنامج وأيضاً سيتم تعميمه في مباد في جميع الجهات إذن الخدمات طبعاً هي الخدمات اللي منصوص عليها في حقوق الأشخاص في ديالة إعاقة فيها الخدمات الصحية فيها الخدمات الشيماعية فيها الخدمات الشيب الطبية عدد من الخدمات لكن اللي هل نعرفه بغي يكون تنزيل طبعاً بصفة تدريجية وحتى أجيب الأخت اللي سولت على بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة اللي نحن جميعاً متضامنين معهم وهذا على اجتبالكم هذه الحكومة اشتغلت بوحد القوة وبوحد يعني فضل التوجيهات والعناية السامية ديال صاحب جلال مصره الله باش يتم الإخراج لهذه البتاقة اللي كينتظروا هالأشخاص في وضعية إعاقة كثير من أربعين سنة فإذا كان واحد المجهود جبار لأننا واعين بالمعاناة ديالهم وحاسين بها فطبعاً يعني كتكون هناك بعد احنا قمنا بواحد مقاربة تشاركية مع جميع الجمعيات وتيكون من حقهم أنهم يعني كيعبروا على المطالبة بحقوقهم فهذا متفهم لكن اللي نبغي نقول الإجابة أن هذه الوقفة اللي كانت من أجل إصدار واحد المعيار باش يخلينا نعرفو الوضعية ديال الأشخاص في وضعية إعاقة للاستفادة ديالهم من هذه الخدمات فإذا هذه جات الإجابة اليوم لأنه اليوم خرج المرسوم اللي منح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وغاد يساعدنا كتير باش نحطو واحد معايير موضوعية باش حتى شي واحد ما يكون يعني باش ما يتضلم وباش يكون الاستفادة من الخدمات طبعا التنزيل كما قلت بطريقة تدريجية لأن هكذا كنمشيه في أي يعني أي تجربة جديدة خاصة أنها واحد القفزة النوعية مهمة جدا اجتماعية وحقوقية وعلى جميع الأسعادة فإذا هذا التنزيل النموذجي في الجهة غادي خلينا باش نعملو الإحاطة بجميع المعطيات باش يكون تنزيل ناجح إن شاء الله قبل التعميم دياله ترجمة نانسي قنقر